عاد اليوم في حدود الساعة السادسة سباحاً أربعة مراكب اللي كانوا محتجين في ميناء مصفات الزاوية الليبي وعلاماتهم 22 بحار وهم في ساحة جيدة ثلاثة مراكب دخلوا إلى ميناء الصيد البحري الاكتف ببنجردان والرابع إلى ميناء جرجيس وكانت السلطة الليبية قد احتجت الأربعة زوارق الصيد التونسية بتهمت دخولهم للمياه الأقليمية الليبية والصيد الغير الشرعي بحروا على حدود الليبية التونسية جونا خفر سواحل مدينة الزاوية دخلونا البرد مدينة الزاوية جونا عشر عوان بسلاحاتهم قالونا نتبحقوا بحر ليبيا واحنا يقولنا نمانع الحدود ما زلنا ما دخلناش واحد بحر ليبيا تدخلوا معنا مدينة الزاوية دخلونا بالقوة هذا وتم احتجاز السيدة التونسيين ستة أيام قبل اطلاق صراحهم بعد تغريمهم بعشر ألف جنيه ليبي لكل مركب أي ما يقارب ستة ألف دينار تونسي معاملة طيبة عاملونا معاملة باهية يجيبونا في كل شيء وفرونا ماكلة كل شيء وفرونا كل شيء خيال الحمد لله يا رب اللي قاعدنا ببريسر ستة أيام غادي سيبونا وبرك الله وفيهم بالله نيداء للسلطة والله المسؤول جانا جانا مدير النقابة منطاع البحارة منطاع الكتف جاء سمع ضربتين الفوق واحد دي راكت فصال لجانا مسؤول خياله في الموقف هذه وين الوزارة وين وزارة رياسة الحكومة وين وزارة الفلاحة وزير الفلاحة وين وين وزارة الخارجية لو لا علاقاتنا مع جيراننا ومعناها عمومة غادي في ليبيا اللي كان يصير فيهم معناها أكثر من اللي سار وعلى الحدود البحرية التونسية ليبيا كان في استقبال البحارة اللي كانوا محتجزين قوات الحرس البحري من أجل إدخالهم إلى ميناء الكتف وتأمين عودتهم سالمين إلى الترابة التونسي ترجمة نانسي قنقر